استقبل ميناء رفح البريب الشمالي سيناء الجرحة والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة وحملت جوازات السفر الأجنبية فضلا عن دخول الوفود الأممية والتضامنية إلى القطاع هذا وتم التنسيق والاستقبال 25 جريحا ومصابا فلسطينيا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية حيث يجري نقلهم عن طريق سيارات إسعاف مصرية مجهزة كما يجري استقبال 17 من حملة الجوازات الأجنبية من جنسيات أمريكا وكندا وبلجيكا حيث سيتم نقلهم من ميناء رفح البري إلى مطار القهرة لمغادرة البلاد بالتنسيق مع سفرات دولهم بالقهرة